للدوري والنهاردة اسموحها بفاجأة كبيرة وفاز على الزمالك بهدافين مقابل لا شيء في اول فوز احمد سامي ضد النادي الزمالك خلال سبع مواجهات هذا الفوز لوبط جدل الدوري ما زال النادي الاهلي على قمة الدوري برصيد سعتاشر نقطة والزمالك استمر في مكانه في المركز التاني بنفس الرصيد سعتاشر نقطة ولكن يتبقى للنادي الاهلي مبارتين لكن في نفس الوقت اسموحها صعد للمركز التالت وبقى طمانتاشر لقطة مشكلة كبيرة طبعا في نادي الزمالك خصارة النهاردة خصارة الفاجأة مبارا في احداث كتير جدا هدف عادنا في اربع دقايق آآ تم الغاول الغاول نادي الزمالك هناك للجازاء آآ كلام كتير جدا جدا جدل تحكيمي كبير جدا جدا يعني هنتكلم فيه طبعا بالتأكيد دلوقتي مع الكابتن عادل خبيرنا التحكيمي نهارا كابتن. ربنا خليق طبعا زمالك النهاردة النتيجة طبعا غير مش راضي الجامهير لكن فيه كلام كتير جدا كابتن عادل عن الاداية التحكيمي الكابتن احمد الغندور آآ هدف احرزه الزمالك وفي نادي الزمالك ده عمل حالة جدل وحالة غضب بين الجامهير الزمالك او ادارة الزمال او جهاز فني طبعا تلوقتي الواحد ده هنتكلم فيها. نفس الوقت فيه ركل الجزاء الهدف التاني جفت وقيت الزمالك كان مسيطر فيه. في اقترب من التعادل ركل الجزاء عادنا برضو نتكلم فيها وقت كبير. وفالأخرة مرضو اتخذ قرار بركل الجزاء. احرز الكبير. عبد الكبير الوادي. عبد عبد الكبير الوادي. ومكن نتكلم في الاول دلوقتي يا كابتن عادل بشكل اساسي نعرف الناس بتاعنا التحكيم وكأننا نتكلم في الحياة خاصة الناس كلها مترقبة وعايزة تسمع يعني رأيك انت فيها في القارات النهاردة طبعا الدولي احمد الغندور ده الزهور الاول بعد انتهاء امم افريقيا كان موجود مع حكام مع الحكام المصريين اللي كانوا في امم افريقيا محمود عشور البنة وامين عمر واحمد حسام طاها ومحمود ابو رجال واعتقد ان هو محمد معروف ده زهور الاول لأحمد الغندور في الدوري المنتاز طبعا مع احمد الغندور النهاردة مع هاني خير المساعد الاول ومحمد محمود لطفي المساعد التاني والحكم الرابع نادي الامر للدولة بينما يتولى كبينة الفار السنائي محمد سلامة حكم فار ومعها الايفار سامي هالهل الوافد الجديد لقائمة دولية كابتن عمر عندنا دائما وابدا تقييم التحكيم بيبقى في القرارات المصرية وعايزين نتفق النهاردة ان احمد الغندور النهاردة عنده تلاتة وتلاتين مخالفة احتسابهم على الفريقين اه هنتكلم اه في القرارات المصرية هدف النازمالك في ديئة خمسة وعشرين ولقلة الجزاء والبطاقات السفراء والتسللات اه بداية هنبدأ مباشرة في ديئة خمسة وعشرين احرز النازمالك هدف وبعد مراجعة الفار مساعدة العايزة بس اقول ان المساعد الاول اشهار اشهار بصحة الهدف وبعد كده فيه اه نعم المساعد الاول هاني خيري هاني خيري اه وهي اشهار اشهار بصحة الهدف وفعل بالفعل وبعد ما تم مراجعة الهدف اه من خلال كمينة الفار لقينا اه اتضح ان فيه تسلل على اه قبل ما يحرز يحرز الهدف مباشرة فبالتالي تم إلغاء الهدف اه لكن احنا خدنا وقت طويل زي ما حضرت فضلت وقلت في المقدمة ان احنا خدنا تقريبا من الدقيقة خمسة وعشرين للدقيقة تسعة وعشرين بنراجع يا قبتل عمر كابينة الفار اه اربع دقاي بيراجعوا الهدف ده وقت طويل جدا 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 هي اللعبة صعبة اه لكن الاغنين اللي موجودين في القبينة الفار عندهم الخبرات عندهم فرصة ان هما يرجعوا يرجعوا اسرع من كده هنقول بقى هنشرح بقى اللعبة فهو كان فيه آآ آآ ضرب حروم بشرة رقع حروم بشرة على نادي سموحة عملها لعبها شيكابالة تمام طلع طلع محمد عبدالغاني ولعب دماغي في هنا لحد هنا لحد ما لطلع محمد عبدالغاني ولعب دماغي لعبة سليمة وكل كل في المراجعة لانا لعبة سليمة لما لعب دماغي بقت لعبة جديدة فبالتالي راحت لحرس المرمى في اللحظة دي قبل ما لعب محمد عبدالغاني بالدماغي تمام كان موجود اوباما وسابق وجزء من جسمه وكيبال حضرتك تمام فبالتالي لما رجعت له كورة كان هو في مكان في موقف تسلل والسفاب من كله في موقف تسلل وزا استفاد اللي انا هو موقف موقف تسلل بس اي قرأ صعبة كرة صعبة جدا. صعبة جدا بس الفار خد وقت طويل جدا يا كبتن عمر. يعني. اهو احنا نفسي. اهو احنا. برضو الحد ما معلومات. خبرات اه. كرة بين يعني فيها صعبة. تمام تمام. بس هو خد وقت طويل. يا مشكلة في الفار ان هو طويل بقى. بس هو هو. ليه كل الوقت ده? ليه اربع دايج. ليه بتخدك في حتة. الناس يقوله هو هو صعب على الحكم وصعب على المساعد حتى المساعد ده. اهو رفت الفار. اهو رفت الفار صعب. لماذا صعب عليهم بقى. كابتن عمر جرفة الفار خلادي بتاخد وقت اطوى اقل من كده بكتير. اهو. ان احنا شفنا ان ان عندهم كل الاجهزة. اه اصبح اه اه تتم تحدثنا. تمام? وعندهم فرصة ان هم يعملوا خطوط البيرو اللي بيزره على الشاشة بشكل بشكل افضل من كده واسرع من كده بكتير. اهو لها دي الحالة اللي عملت حالة بوص احتقان وغضب على اه. اه كابتن عمر الناس لها حقه برضو. خد خدت وقت لا اهو احنا مش مفين على الاعتراض. لكن احنا مفتلفين. احنا مفتلفين. مفش حد يهتفع. اه. احنا مفتلفين يا كابتن عدل على حاجة اللي انت. حاجة طويل. حاجة مخد قرار. طويل. الفار شاف رؤيته ان القرار في مشكلة. تمام. صح كده? تمام. حاجة من اتنين. لما هو مخلاص مصطين من قرار. لما بيقول تعالى روح شوف انت. لأ. تمام. في التسلل مش هيريح يشوف. الا في المراجعة المدنية اللي يقيم فيها. عايزة حاجة مكان. خاصة بالمكان. ده قرار مين? ده قرار ده قرار غرفة البارد. طب غرفة البارد. تبقى للبردجور. لما تدعيته. دلوقتي ده كله. لما لما تواصف معا من الكمنيكيشن سيستيم خلط وقت طويل جدا. قعدوا يعيدوا في اللي انت قلت 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 في عشين سنة. ايوة. ايوة. ايوة صاحب مش هيقول له كده. ايوة صاحب مش هيقول له كده. هو هيقول له كده. ليه من الكمنيكيشن سيستيم لكن اه لازم يكون عنده صورة واضحة. مدرجات. اه. ايوة اربعة دقائق. ايوة اربعة دقائق. ايوة اربعة دقائق. ايوة اربعة دقائق. خلي بالت فضيتك. ليه بقى الناس ليه لها اربعة دقائق? وليه الناس مستغربة? خارجين من امم افريقيا. وكان لفار فيها رغم انه في مشاكل برضو. مكانش بيقى عدوة طويل كتير. نفسك تتفرج على التليفوناتها حتى. عندك حق. صحيح. بس طبعا هو اخد وقت طويل وهي لعبة ما تستحقش رائع كل وقت ده. كل العزر كل العزر اللي حكم المساعد. انها لعبة صعبة. بس 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 مثلا. عشاش عندك بس. انه السلوك نهو بيكلمه بجابل ماشي. نعم. لكن ها بيتكلم في ايه. خلى الناس فصلت. والتاني انت فكر بللي بيستوى الملاعيب. الوقت اللي بيفكر في الافصائي. الوقت الطعيب. وبيفكر ان بالفرعة تليفونه. الوقت الطويل ده قدم ساحة طويلة جدا يا خبتون احمد. ده خطأ. انا رايش اخصي. خطأ من الظاهر ان هو طويل جدا جدا. ولازم احنا نقول ان ده لازم يكون في وقفة مع الوقت الطويل ده لان اربع دايق كتير جدا في لعبة زي دي. اه كان محمد 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 سلامة ميدو. وآه سامي هلهل. محمد سلامة ميدو بلعب داعف دوله ممتاز وعنده في برات. مساعد. مساعد دولة ده لان انا عايز اقوله. قبل كده. قبل كده كانش بيها فيه مساعدين. موجودين في كبينة الفار. اه. موجود سامي هل هل. يقول ليه ناخد ده كله. احنا عندنا مساعد دولي. موجود في كبينة الفار. هنا فتم لجاء الهدف. وهذا قرار قرار الفار فيه صحيح. صحيح. هدف زمك الملغي. قرار صحيح من التحكيم. من كبينة الفار. تسلل على على اوباما. بعد بعد ما بعد ما لعب محمد عبدالغاني. قبل ما قبل ما توصل لحلس المرمى. فالتدب من حلس المرمى. اه. اه. وهو كان موجود في موقف تسلل فالتبالي استفاب من كونه موجود في موقف تسلل. اه. نتكلم بقى نروح لراكل الجزاء. اه. اه. في ديئة سبعة في ديئة سبعة وسبعين. في راكل الجزاء. راكل الجزاء كتلعب مركبة. تماما. خب بقى حضاك بقى هنا موقف وقفة. انت كنت احنا قلنا احنا مختلفين مع الفار انه هو خدر بعد اي ايه مراجعة الهدف. الفار في اللعبة دي تواصل مع محمد الغندور من خلال ولم يستقدر اكتر من تلاتين سانية. ايه يا تلاتين سانية عمل ايه فيهم? راجع هل هل الراجل اللي هو الجاني اليا سيلة اللي هو الجاني هو كان متسلل ولا لا? تمام? فبالتالي اظهر على طول خطوط البياني على الشاشة. انه هو كان سليم ما كانش متسلل. كان عبدالجاني اللي هو عام لك في الجزاء كان مغطي بتالي بالنصف. جزء الناس كلمت فيه. جزء التاني بقى كامل بقى. ما نحس اقول. تمام? ده دي لعبة. فبالتالي هو اه ما فيش تسلل ولما روحنا هناك لما مشي الراجل اللي هو. مهاج الجاني. اليا سيلة الغاني. تمام? اه بما كرة بتاعته. ونغح في لعبة كرة قبل عبدالجاني. فطبعا عبدالجاني ما كانش عنده حل تاني غير ان هو يدخل معاه اه بتهور او بمنع هجوم موعد لان اللعبة دي كانت فيها الموعدة. بص يا كل زوايا كلها زاويتين. اقول لكم رأيك الجزء. انا انا رأيك شخصي. بغى النظر والله انا اي حاج. مم. لكن شايف ان هي الكرة لعب افز افزة. لأ بص يا كابتال الامر هو ايه اللي واقعه? هو ايه اللي واقعه? اللي واقعه? رجل لعب انجلامه. انت رائك انت لا. لا ما انا اقول لاحظك بس هو نجح في لعب الكرة الراجل. نصل خلي بالك. ممكن نجح في لعب القرة. وبرضو ما تحسبش مخالفة. فهو نجح في لعب الكرة المهاجم. تمام? ولسه برايح. رجل الشمال نجحت في لعب الكرة. رجل الينين اللي بتاعة بتاعة آآ الجاني إليا سيلا بسرعة عبدالجاني عمل لها عاقة وبالتالي منع هجوم واعد عفوا وبالتالي منع هجوم واعد وعشهر احمد الغندور بالطاقة السفراء لمحمد عبدالجاني في قرار ويعتبر الافضل في المباراة. ليه? لان القرار ده ما الغندور ما انتظرش فيه كابينة او كان كان عنده المبادرة وكان سريع جدا 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 آآ محمد محمد آآ محمد الغندور وبالتالي تواصل تواصل الكابينة مع احمد الغندور من خلال لم يستبرق قطع من تلاتين من تلاتين ثانية رجع فيها التسلم من عدمه ورجع فيه ورجع فيه صحة القرار واكد القرار وده زي ما قلنا هنا ان فيه اربع دقيقة هنا هنا ان في تلاتين ثانية من 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 كابينة الفار ودي حاجة لازم نوقف عندها لان دي حاجة احنا عايزين الفار دائما يبقى هو عنده عنده الخضور وموجود دائما في المعاد آآ كابينة الفار طبعا برضو رجعت مع مع الحكم تبقى للبرتوكول الهدف الهدفة اول لسموحة اه اللي احرازه اه في الديئة اللي احرازه كبالة كلابة كلابة اللي احرازه طبعا ليه كابينة الفار بتراجع لان ده بتبقى للبرتوكول كابينة الفار عند احراز هدف لابد انها تراجع وتتواصل مع الحكم من خلال كوميليكشف سيستم فرجعت فرجعت الايه الفار عندنا قرار تاني مهم جدا 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 في ديئة ثمانين يا كابتان عمر اه سمد الغندور كان رحيما جدا جدا بمصطفى الخواجه وبابام عشور. ليه بان? امام عشور امل الارضة بعد ما حسب فاول. اه. وراح ضلب الرجال بدماغه. تمام? وقت اه احتكاج. اه احتكاج بين امام عشور ومصطفى الخواجه اه. انا شايف ان 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 احمد الغندور كان رحيما بهم جدا لان كان يمكن جدا في الاحتكاك ده يشرب بطاقة الحمراء لامام عشور ومصطفى الخواجة ولكنه اكتفى بانزار امام عشور ومصطفى الخواجة كانوع من الادارة تمام? والسيطرة. بس على اقل خالص هو قلنا موجود. او اعلن عن وجوده تبقى القانون دي حاجة لازم نقوله عليها برافو. اه برضو اه زي ما قلنا لان قلنا ان هو كان رائع. لازم نوقف ان انزار محمود على اللي اشهره ليه في ديئة واحد وسبعين قبل لكرة الجزاء محمود علاء. لو كان للاعتراض يبقى اوكي. لكن لو كان للمخالفة محمود علاء المخالفة اللازي ارتكابها عليك محمود علاء لا تستحق تبقى للقانون انزار. طب التالي هو اتسرع لان احنا عندنا انزار آآ عندنا انزار للمصطفى الخواجة ومحمد عبدالعاطي ومحمد شكري من اسموحة وامام عشور ومحمد عبدالجاني ومحمود علاء وعمر السعيد للاعتراض. انا شايف النهاردة ان احمد الاندور كان آآ يعني آآ برضو آآ رياح آآ الاداء الطيب لحكامنا المصرييين في كاسية. كاميرون. في محمود عشوط والبنة ومحمود ابو رجال. برجال وأمين عمر. فطبعا انا شايف ان هو النهاردة اداءه تمام? يعني يرتقي الى مستوى الجيد او 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 الجيد جدا طبعا عندنا كمان الاتنين مساعدين عندنا اربع حالات تسلل كانوا آآ في في طوقتهم. في حالة بقى فيهم هو برافو عليه هاني خيري ما انتظرش يا كابتن مطبقش البرتوكول لانها كانت لعبة خلاص ما ما كانش ينفع ينتظر يعمل دليل ليها وانتظر للنهاية وعشار بدري وده وده صح في الوقت اللي هو فيه تلات حالات اخرى الاتنين المساعدين كانوا على مساعة آآ على مساعة المسئولية وطبقوا البرتوكول عايزين نقب عند حاجة مهمة جدا اتفقنا عليها في خلاص امه افريقية هنا في السيد التحليلي في منبر اليوم السابع تأدير الوقت الضايع وكاملهم ولا مازلت مسر...ان تأدير الوقت الضايع هو جزء من المباراة يا كابتن عمر ده وقت ضايع ده جزء المباراة... Yeah. اربع دقاييه في شوط الاول لمراجعة لعبة. الكابتن احمد القندول اللاعب اربع دقايه ووقت ضايع فقط. لا عندنا اربع دقايه وعندنا على القل دقيتين تاني فالشوط الاول كان يجب ان يكون ست دقايي ووقت ضايع على الاقل لان عندنا دقيتين تاني خروج اللاعبين المصابين. وآآ اكتر من توقف خلال الشروط الاول. في الشروط التاني هو لعب برضو اربع دقايق. عندنا يا كابتن عمر. آآ مخالفة نمع شور ومصفى الخواجة خدنا فيها دقيقة. عندنا براجعة الفور متخلقكم من الجش سيستن فراكلة الجزاء. خدنا فيها برضو حوالي والتنفيذ خدنا دقيقة ونص. عندنا عندنا الهدفين هو راجع معهم تلاتين ثانية. خدنا كمان دقيقة في الهدفين بتوع سموحة لانهم الاتنين جنب في الشروط التاني. فعندنا اربع دقايق ونص وقت واضل ضايع. الاستبدالات عندنا يا كابتن عمر في الشروط التاني ست استبدالات او او تمانية. لو كل اخر نص دي. تمام الاستبدالات لكل اربعة لكل فريق. كنا لابد ان يكون الوقت الضايع في نهاية الشروط التاني. لا يقل عن سبع دقايق ضايع. كابتن احمد القاندول احتسب اربع دقايق ضايع فقط. ودي مشكلة لابد ان الحكام المصريين في دور المصري يعلمه جيدا ان الوقت الضايع جزء من المباراة فلابد من حسابه بكل دقة لان له حق حق التسعين دقيقة ان الحكم ده دور الحكم وطائم الحكام كله والمساعدين وكابينة الفار في تأدير الوقت الضايع. دول برضو للناس اللي انا افردتش معنا من الاول كابتن عادل عقل كنا نتكلم في حالتين. اول حالة اللي هي اه اول حاجة هدف زماني خمسة عشرين. يا خمسة عشرين. كابتن عادل عقل اكد ان هي كل هدف. الغياء الهدف صحيح. والبار قراجه صحيح. لكن تعليل نفسه والتحافظ على موضوع ان هو اربع دايق. اربع دايق. اربع دايق. عديس بين جروفة البار. والحكم محفظ الغندور. اه. اللعبة التانية المسيرة للجدل هي. سبب الجزاء. لنادي سموحة. سموحة. اكدت في اللعبة اوضحتي فيها جزئتين. جزئت ان هي كرة مش تسلل. صحيح? بعد كده ان الكرة اللاعب الغاني. اه. نجح في لعب الكرة. عبدالجاني. في الترائي حضرتك. اه. كده كارات الحكم السليمة. ما في المشكلة البسيطة اللي هي. يعني خطأ من الحكم المساعدة في اللعبة الاولى للهدف. ولكن. كل تأكدت بك. طبعا. هني خايري هو مساعد جيد جدا. اعتقد التحكيم كده كارات السليمة. لا لا لا. كارات السليمة. في درجات كاملة. ملا لسه. بقى قابل كارات السليمة. التحكم كمان يا كبتن النهاردة لم تؤثر على راتيقة المباراة. لم تؤثر. وده المهم جدا جدا جدا. يعني حتى المصرية. لم تؤثر على راتيقة المباراة. النهاردة احمد الغندور النهاردة هياخد تمانية ونصف. هو والاتنين المساعدين. اه. الفار انا هنزل بالفار بقى من تمانية تمانية من عشرة. اه. عايز ادي الحقيقة مرابعة بقى. اه. لا لا لا. الراجل اللي عصلا انقاذهم من يعني كرة. طب يعني بولار بعد ايه. بولار بعد ايه. اه. اه. انا بكلمة الفار. بقى انا بخلي بلك مدام في فار. بقى كابتن عمر بساني. مدام في فار ما ينفعش. الزمالك في مواطس الزمالك وبيترو اتلالكو في افريقيا. مكانش في فار وجيه هدف من تسلل. يا كابتن عمر مدام في فار. يبادي مسؤوليتهم لانهم عندهم فرصة. ما طلب ما نجح نقول له. ما نجح نقول له. ما نجح. ما نجح طويل جدا جدا جدا. لكن انا همشي معاك تمانية ونص زي زي بيت اتشاكل. اه. انا عايز اقفها. ده نادر امر الدولة. نادر امر الدولة عمل ايه النهاردة? عمل اللي احنا كنا بنقوله دايما دايما لكل الحقيقات. نادر ده حكم كويس. انا شوف طعم مستوى الشخصي حكم صفارة كويس. اه. عمل ايه بقى النهاردة? كل اعتراضات الاجهزة الفنية. ايه. الزمالك او الاسموحة هو تحملها في المنطقة الفنية. ولم يستدع الحكم ورفع عن الحكم. ففيه جدا من. ايه. ايه. نادر امر الدولة حكم كويس. ايه. وخبراته وطريقته بالتعامل قدر تمتص غضب. تمتص غضب. احاق الجهاز الفني للزمالك. اذكر الزمالك المفروض الطبيعي ان هو في الملعب يتخيق يبقى من القارات ضدهم. ضدهم. صح. صح كده? اه. 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 في حالة التماس مع احمد غندور ما 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 اقف لهمش. لان هو كان آآ رايح لهم واقف معهم. يعني بدأ يتعامل معهم بهدوء. واقول لك حاجة. آآ تعاملوا معهم بهدوء. وان هو رفع عن الغندور. تمام? الضغط ان هو ييجي ويطرد حد وكده. اعتقد نادر امر الدولة النهاردة مرضو قام بدورت فعال. فحكرا مرابع. آآ سهل المهمة تحمد وآآ هاني خيري واحمد محمد لطفي في داخل المساطيل الاختر. آآ كابتن عدد فيه كلام حاجة في التحكيم الثاني. طبعا في حاجة فيه خبر مهم جدا في التحكيم النهاردة انه هو التنفيذ اتحاد الكرة النهاردة. يعني آآ كان فيه قرارات اول اجتماع مجلس الدارة اتحاد الكرة الجديد. برئاسة ارساس جمال علام وخد قرارات نقول عليها قرارات ثورية. ابرزها على الاطلاق هو قرار توجيه الشكر للكابتن شاوي غريب. المدير الفن المتخب اولومبي. وده قرار آآ ممكن هنيكون دينا متابعات لي بعد شوية مع زي ما لنا محمد مراد متخصص في ملف اتحاد الكرة. مع قرارات تانية مهمة جدا وهي استبعال يعني بعض الشخصات الكبيرة في لانت القوكام وعلى رأسها الكابتن واجيه احمد داني ورئيس للجنة. وهي الكابتن آآ عزل حاجة السكتري للجنة. وهيتم آآ آآ تم طلب آآ كابتن عسام عفتاح انه هو يقدم ملفه بخطة تطوط التحكيم بمعنى انه هو هيكون واضح كده الكورة رئيس لجنة او هيكون مستشار الامر رسا مش واضحة. قصة انه هناك تنصيب بين ربطة الاندية التي تجير ملف الداولي مع مجلس دارة تتحاد الكرة. كل ده هيبين خلال الساعات القديمة المقبلة. لكن اهم قرارات تتحاد الكرة نقول لها لحضرتك لحضرتكم اللي وهي اول حاجة توجيه شوك للكابتن شاوي دريب المدير الفن المنتخب مصر. آآ توجيه شوك للكابتن عزب حجاج والآآ كابتن عزب حجاج والآآ كابتن اعضاء مجلس دارة اتحاد الكرة. بملف آآ ومنتخبات وملف الكرة بشكل عام واللي هي مخصصة بالناشئين كل ما هو متعلق بجزء الفني. باتحاد الكرة. هي قرارات تانية مستمرين فيها. اتحاد الكرة قعد في جلسة كبيرة جدا اعتقد على خطر من خمس ساعات مستمرين فيها. احنا برضو متابعين معاكو. هيكون لنا بعد شوية بخصوص القرارات ديت. لكن اعضاء كابتن عادل ارجع تاني زمالك. انت انت خلاص انت وتؤكد ان هي قرارات تحكمية عشان الناس برضو اللي هي كانت دخلة. اللايف عشان تتفرج على جزئية الحكم. انت اكدت خلاص القرارات واضحة ان الحكم قراراته سليمة. سليم. سليم سليم سليم. سليم سليم. الجزائر صحيحة. سليم. بطاقات السفراء. انا راح نيما جدا 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 مع الخواجه. ومع امام عشور. انه ترى انه لا مش انه هو بطاقات. تحكيم وجد نظر حقيقي ان هو تقريبه تحكيم سليم. سليم. نقول كده بالتأكيد كده. قرارات سليمة للتحكم. فوز مستحق لنادي سموحة النهاردة. نظر الشخصية خاصة نادي زمالك النهاردة كان بالي بتشكيل غريب جدا. تشكيل بالي من اول حرص المرمى في محمد عواد او حارس جايد. ولكن محمد ابو جابل هو حارس من افضل حكم في افريقيا. افضل حراس مرمى في افريقيا. حارس لسه جاي من تغلق كبير جدا والناس في العالم كله بيقول ازاي ماكنش في تشكيل افريقيا ازاي ماكنش افريقيا مش موجود. ازايزو من افضل لعيبة مش موجود. شرقي. اكتر من لعيب علامات استفهام كتير جدا. اعتقدها السبب رئيسي فيه. تصورة نادي الزمالك النهاردة. وهي اللي هتعمل فارق بين الزمالك والنادي الآهلي. نادي الزمالك النهاردة في ساعتشف نقطة. لو كسب النهاردة كان هيتربع على القمة واقعا. خاصة نادي الآهلي نفس الرصيد. وبذلك تكون نتيجة ترتيب الدور النهاردة. بعد اخسرت الزمالك من سموحة بهدفين في الجولة التسعة. النادي الاهلي تصدر جدول اتدولي بفارق الاهداف والموجهات المباشرة مع نادي الزمالك برصيد تسعتاشر نقطة. يعني نادي الزمالك بسعتاشر نقطة. سموحة صعد للمركز التالت بتمانتاشر نقطة. وبعده بيرمز فيه الرابع. مركز الرابع رصيد سبعتاشر. اتنا امر اه احنا في حضرة التحكيم لازم نقول ان كابتن وجيء احمد وكابتن عزب حجاج قدم وجود كبير واللاجنة وجود كبير. وكان لهم دور فعال عزب حجاج وجيء احمد في الفترة الماضية. لكن هو التغيير هو صنة الحياة. واعتقد ان التحكيم يحتاج للتطوير. والتطوير ده اعتقد الفترة اللي جاية لابد ان يكون هناك اختيار لاجة حكام بدقة. ومع الاحتفاظ بالوجوه او الكوادر اللي هي ادت بشكل كبير. ادت ادت بشكل كبير. ادت بشكل كبير. ادت بشكل كبير. بشكل كبير. اه ليه رؤية. اه تصورات. انا ممكن اكون بصدرها مش موافع على قرار مسلا كابتن اه عزب حجاج درجة شخصي. لازم نتفع ان عزب حجاج من افضل من تولى سيكريكتير لاجنة الحكام بعد طبعا الاسمائي الكبيرة اللي وفقتش فيه وكابتن احنا هنتابع اخبار هنتابع الملف. في اسمائيات ممكن تتوقع. لا ما ما نتوقعش لان هما هما اكيد عندهم ملف واكيد اصمع فتاح يكون لي دور في الاختيار لكن طبعا لازم بتفعي ان عزب حجاج طبعا جايب بعد بعد كابتن احباب بادوي اللي ارخامه وبعد كابتن محمود كامل وابتن فقدش فيه. بعد الناس كتير او اعتقد ان هو بزر جهدي كبير. ابتداد لقيهم. لابن اتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية يكون فعلا فيه تطوير للتحكيم لان التحكيم ازا تم تطوير التحكيم وازا تم اصلاح عنصر التحكيم اعتقد يعني عندنا دور قوي يعني عندنا كرة قدم فعلا بشكل 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 رائع لان اساس اساس كرة القدم اه هو التحكيم واصلاح التحكيم بازني الفترة اللي جاية تبقى افضل بكتير لكن لازم نتفق ان لا لا يقلل توجيه الشوق اللي وجيه احمد وعزب حجاج لا يقلل من اداءهم لا يقلل من جدوم في الفترة الماضية. تاكيد يا جميل تاكيد. شاهدي متابعة تلفزيون اليوم السابع والنهاردة في ستوكيم التحليل لمباراة نادي الزمالك مع اسموحة واللي فاس فيها اسموحة بهدفين مقابل لاشيء وعبض النادي الزمالك على مركزه في مركز الثاني ولكن عبض برضو النادي الاهلي عتصدره للدوري مع وجود مباراتين تاخر عن الزمالك وصعد نادي اسموحة للمركز الثالث آآ مكملين احنا طبعا في تغطيط الدوري وتغطيط للمبارات المبارات الجاية في خطرة الجاية نادي الاهلي عنده برضو افريقيا نادي الزمالك عنده وقرة اتواجه دي انجولة دي اسمجراضة ثم بعد كده هيتصير الى المغرب اعتقد بفرصة كبيرة جدا قدام جهاز الفني بقناة الارتيرون لتصحيح الوضاع لرسل الموقف ازاي خاصة ان هو كان عنده العيبة دولية بعد فترة اعتقد الامور زمالك هيبقى فيها كلام كتير الفترة الجاية شوفكم على خير بإذن الله في سيديو اشتركوا في القناة